يحتفل العالم في الأول من شهر أيار من كل عام بعيد العمال لكن اليوم في العراق يختلف فلا عيد لعماله بل إن نسبة كبيرة متصاعدة من العمال في البلاد يقفون في طابور البطالة التي بلغت نسبتها أكثر من 40% من العراقيين معاناة عمال العراق تفاقمت مع الإغلاق والتعطيل المتعمد للمصانع كما وتعقدت أوضاعهم المعاشية مع تأزم الأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا من فرض السلطات إغلاقات واسعة طالت القطع الخاص حيث طرد الكثيرون من أعمالهم بينما آخرون بات عليهم الوقوف يومياً تحت أشعة الشمس الحارقة فيما يعرف بساحات المصدر بحثاً عن عمل يوم واحد يوفر لهم قليلاً من الدخل أما من يفقد عمله فلا يجد بديلاً بشكل يسير ولا ضماناً اجتماعياً يحفظ حقه ويؤمن له الحد الأدنى من العيش بكرمة وبحسب اتحاد النقابات العمالية في العراق فإن الحكومة أجبرت الكثير من العمال على التسول بسبب الإهمال المتعمد لهذه الشريحة التي تعد من أكبر شرائح المجتمع العراقي وأكثرها مظلومية بينما يؤكد العمال أن العمل إن توفر في بعض الأحيان فإن العائد منه لا يتناسب مع المجهود الذي يبذل له بسبب غياب فرص العمل وتسريح عداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ومع ترد الأوضاع المعيشية للعراقيين بصفة عامة تتفاقم أوضاع العمال في العراق بصورة لا تسمح بتقديم التهني لهم وإنما تتطلب وجود حكومة وطنية تحاسب الفسدين وتعمل على توفير حياة رغيدة للعمال ولكل العراقيين